ازايكم عاملين ايه يا ربكونا بخير برجا الاسد هنتكلم على توقعات الاسبوع التالي لشهر فبراير العام عشرين وعشرين احنا عندنا تلات ايام حلوين كتير خلال الاسبوع ده مش تلات ايام بس لا صراحة كده ست ايام ايه ده هو الاسبوع في كام يوم بصوا عشان نكون يعني عارفين احنا بنقول ايه احنا بنتكلم دلوقتي من توقعات يوم تمانية خلينا لحد يوم ستاشر لان فترة الامر اربعتاشر خمستاشر ستاشر فاحنا بنتكلم بفترات وجود الامر مش للايام المعينة طيب خلينا ان احنا نتكلم على توقعات شكل الايام وبعدين نتكلم على توقعات الاسبوع في الناحية المهنية والعطفية لان عندنا تغيير هام جدا جدا وهو تغيير تأثير عطارد من برج الجدي او وجوده في برج الجدي لبرج الدلوة وده بيأثر علينا صراحة تأثير ايجابي جدا جدا مع وجود الشمس اللي موجودة في برج الدلوة ده المنزل السابع فبرضه بيأثر علينا تأثيرات ايجابية بشكل كتير قوي خلينا نتكلم الاول على تأثير الايام لما نجي نتكلم على الايام الحلوة الايام اللذيذة بالنسبة لنا هو تأثير يوم تسعة عشر احداشر وجود الامر في برج الجوزاء التلات ايام دولا هيكونوا بالنسبة لنا عندنا اشخاص داعيمين لنا بقدر هايل وعندك طاقة وعندك حركة كتير متميزة قادر كتير على التصالحات وقادر على اتخاذ خطوات جريئة يمكن تكون خطوات فيها نوع من انواع التهور جزئيا لان التهور ده احيانا بيجيب نتيجة ايجابية عارف زي ايه؟ زي انت عايز تصلح علاقات او عايز تصلح حد جدا بس الفكرة كلها ان ممكن يكون بالنسبة لك مش مش عارف اخذ القرار ده اصل قرمتي اصلانا مكسوف اصلانا خايف اصلانا الان يجي بالنسبة لك يوم تسعة عشر احداشر تلاقي نفسك بتضرب القرار يعني اللي هو بروح اقررت قرار يلا انا هنفز على طول يلا انا هروح اتخذ القرار ده يلا فعندك كده فهو بتلاقي نفسك ان انت خط خطوة متهورة بس هي دي اللي بتجيب بصراحة احيانا كده بنبقى لحظات الطاور بتجيب معانا بشكل لذيذ واحيانا بتبقى ما هي الا خرابة يعني ممكن يحصل كده بس انت بالنسبة لك التلات ايام دول الطاور بيجيبوا معاك نتيجة ايجابية خاصة ان في حد داعم ليك خاصة ان في حد بيشجعك جدا خاصة ان في حد بيقولك يا عم اعمل كذا 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 بالنسبة لك هيبقى حلو فتبدأ تقول لا مدام هو قال لي كده شجعني قال لي كلمتين حلوين قوي يلا ما روح انطالك فعندك ده فاذا تلات ايام حلوين كتير من الحركة من الطاقة من اللزازة من الجو اللزيز من اصدقاء داعمين كمان من اجواء نفسية لطيفة يعني انت كمان نفسيتك هتبقى حلوة كتير وعندك تصليح علاقات عاطفية وكمان بالنسبة لك هيكون عندك اصدقاء او علاقات تتحول من صداقة لعاطفة او علاقات قديمة بيبقى فيها حركة جدا حلوة يعني بتحس ان انت مبسوط شوية والاجواء المهنية هتحس كتير اللي هو انا مبسوط فمش فارق معاك حاجة او بالنسبة لك مبسوط ليه ان انت بتتجه لمشروع او بتتجه لخطوة لها علاقة بقرار مهني رائع نيجي ان الايام اللي بعد كده من جمال ولزازة وحلاوة يعني بالنسبة لك يوم 14 15 و16 يوم 16 مفروض انه يبقى في الاسبوع التالي ده سنة قلته في الاسبوع ده حلوة قوي المهمة ليه لان الامر عندك الامر موجود عندك يا برج الاسد اجواءك لطيفة متميزة رائعة جدا خلي بالك انا لسه اقول لك الايام السلبية اللي فيها عشان انت هتبقى حذر جدا جدا فيها اذا يوم 14 بيحصل كتير تغيرين مهمين كتير او حاجة ايجابية قوي الامر موجود عندك يعني تعويض هاي الوقت مميز كتير انك تنطلق وتاخد خطوات متميزة والكل بيدعمك وانت بتكون محط انظار الجميع ووقت بيكون مناسب كتير ان انت تقدم على وظيفة لان بيبقى عندك فكرة اللي هو دبلوماسية حلوة كاريزما حلوة فبيبقى عندك اجواء لطيفة كتير تعرف تتعامل بها مع الاخر وبتقدر ان انت تستقطب الجو ليك انت من ناحية الايجابية النقطة التانية ان تأثير عطارد بيكون بحركة امامية هو بحركة امامية في برج الجدي وهينتقل لبرج الدلوة يعني من يوم 14 كوكب عطارد بيكون موجود في برج الدلوة يعني بالنسبة لك من بعض الاختلافات او تقليف الامر المهني ومحاولات ان انت تصلح وتعمل مشروع وتتخذ اجراء مهني الى بالفعل قرار مهني رائع تميز مهني بتوصل له يمكن يكون منصب قوي يمكن يكون مكافأة مالية او بالنسبة لك حد بيعرف امتك كتير او عمل انت سبته بيردك مرة تانية فيه ان انت ترجع لشغلك من تاني عندك اضافة مهنية كتير في خلال الوقت ده اصلا عندك اضافة كتير قوية في كل شيء خلال الوقت ده منت صالحات وامور اجتماعية وامور قضائية وامور ودية بشكل كتير قوي امور عائلية جيدة جدا نزول او تنازل في امر قضائي بالنسبة لك اجواء اقدر اقول انها لطيفة كتير كمان هيكون عندك اجواء لها علاقة برجوع للماضي او تصالح في الامور العاطفية محبة متزايدة في نفوس الاخرين تجاهك جدا جدا اجواء ماشاء الله طبعا ونجاحات مهنية وتقدم هاي الكتير يعني فبرج الاسد ده شكل الايام الحلوة حلوة جدا الايام اللي مش حلوة 12-13 خلي بالك كتير منهم لان ده المنزل الـ 12 بالنسبة لك ولسه كمان عطارد موجود في برج الجادي وده يعني بالنسبة لك ان 12-13 احنا تكلمنا على يوم 14 تكلمنا على ايجاب الاول فيوم 12 يوم 13 هتخلي بالك كتير من اي خالفات من اي مشاكل من اي حاجة لها علاقة بمجازفة مالية من انك تسيب اوراقك مع اعدائك من ان انت تحكي اسرارك او تحكي نقاط ضعفك لحد وفي الاخر هينتهزها نقطة ضعف بالنسبة لك وبالنسبة لك ان انت بدل ما خليت يوم 14 لـ 17 ايجابيين ومتميزين لا هتخليهم ان انت تقعد تصلح اخطاء انت هتندم عليها لو اعت فيها 12-13 اذا لو كنت مسحسح لنفسك ما مضتش على اي حاجة ما جذفتش بمال ما جذفتش بأسرار ما جذفتش بكلام خلي بالك كتير من اللي عند من الخلاف من المشاكل لو انت خليت بالك من كل الامور اللي زي كده انت هنا بقيت بمأمن وتقدر تعود كتير يوم 14-15-16 ده شكل الى ايام لكن لما نيجي نتكلم على الوضع المهني بشكل خاص الامور اللي هاتف فيها بشكل خاص الوضع المهني بالنسبة لك من يوم 14 بيبقى مختلف تماما الوضع المهني من يوم 8 ليوم 13 بالنسبة لك الفترة دي انت هتخلي بالك كتير على مركزك المهني هاتخلي بالك كتير من النسيان هاتخلي بالك كتير من المشاكل المهني هاتخلي بالك كتير من اسرارك صديق العمل مش صديق حقيقي احيانا بيبقى صديق حقيقي بس الفترة دي متى تتخصي صديق مهنة صديق حقيقي لازم تبقى واخد بالك كويس قوي قوي من تصرفاتك تعاملاتك مع الآخر جدا لازم تخلي بالك لخاصة لو انت عندك مشروع خاص او شراكة مهنية مع حد في خلال الفترة دي أما بعد يوم 13 أو من يوم 14 الأجواء بالنسبة لك لطيفة كتير من الناحية المهنية وتقدم هايل جدا فإذا من يوم 8 ليوم 13 خلي الإجراءات بالنسبة لك عادية مشيها خليها تعدي ما تصعبش الدنيا عليك حاول أن أنت تتحمل شوية تبقى بتحاول تصلح أخطاء مهنية عن قبل لكن بتقدر كتير ولما بتصل ليوم 14 بيبقى عندك نجاح كتير قوي طيب ده الوضع المهني الأمور المالية بالنسبة لك أنت عندك مال بس ممكن يكون بتحضر لمصاريف بتحضر لإجراء مشروع بتحضر لانتقال بتحضر لسفر كل ده يبقى بالنسبة لك متطلب مصاريف يعني الأسبوع ده بالنسبة لك فيه مصاريف لا أنت بتحضر ممكن تكون بتدي حد جزء من مال جزء من فلوس فأنت عندك ده فيه مجاريات ليه علاقة بالمال بس مش بتدفع مبلغ ضخمة بالنسبة لك ممكن يكون فيه مشتريات ليه علاقة بإيه فيه مشتريات ليه علاقة بأمور إلكترونية أو أجهزة أو أمور كهربائية حاجة ليه علاقة بأجهزة ليه علاقة بممكن يكون موبايل أو لاب توب الحاجات اللي ليه علاقة بالتكنولوجيا أنا معرفش حاجة في التكنولوجيا إلا الموبايل واللاب توب المهمة فأو الله أنا فهمة أكيد يعني ما خارجة إعلام مش فهمة حاجة بس دي آخر تشلعاتي عرفت إن في حاجات تانية كتيرة يعني أسامي كتيرة كده بس أنا معرفش أعرف السماعة أعرف حاجات كده يعني أو بالنسبة للتقياء في ناس بتوع ودني بتسع بكل بساطة وبكل صراحة ودني بتسع عشان أنا كنت وبرد على التعليقات فلاقيت تعليم أنا عندي التعليقات كلها بتاعة الأبراد كلها تيجي على بعضها كده فأنا معرفش بقى هو برجي إيه اللي سألني فقال لي قلتوله ودني بتسع بكل صراحة المهم برجي الأسد الأمور المالية فإذن عندك مشتريات ليه علاقة بالاتجاه ده بس خلي بالك من المجازفات لحد يوم 13 خلي بالك من مجازفة مالية الأمور العاطفية بالنسبة لك يا برجي الأسد أنت بتحاول كتير تبص للماضي وهيفضل بالنسبة لك الأمر ده طول الشهر يعني أنت طول الشهر فبراير أنت بالنسبة لك عندك تفكير في الماضي روحك بتروح للماضي جدا خاصة إن الماضي ده لو أبراج ترابية أو أبراج هوائية فحاول على قد ما تقدر أنك تبقى عارف هل الماضي ده مناسب ولا لا هل هيبقى فيه رجوع فعلا ولا لا هل متاح ولا مش متاح طب حاول تبقى درس الأمر ما بلاش إن قلبك يقودك جدا لأن عندك إحساس شديد نحية الماضي نحية الماضي خاصة لو من أبراج ترابية أو أبراج هوائية طيب بالنسبة كمان يا برجي الأسد للأمور العاطفية للناس اللي مش مرتبطين أنتو عندكم جاذبية حلوة قوي خاصة إن الشمس في المنزل السابع يعني اللي يشوفك بعايز تجوزك ده بكل بسقطة وكل صراحة فيه عندك ده بس كوكب الزهر الموجود في برج الجدي ده بيأثر كتير عندك فيه الأمور العاطفية للناس المرتبطين أو في بداية ارتبطهم والناس اللي مش مرتبطين في الفترة الحالية أنت عندك أن أنت معجب بحاجة معينة يعني ممكن أنت كتير معجب بيك كتير معجب بيك بس أنا عجبني ده يعني ده بيحبك وده بيحبك وده بيحبك مثلا وأشخاص قدي إيه حلوية لا أنت عايزة حد معين فاهمين الجو ده فعندكم إصرارة على شخص معين عندكم إنجزاب لحد معين مع أن أنتو كتير منجزب لكم وعايز ياخد وضع رسمي أو علاقة رسمية يعني فده شكل الأجواء للناس المرتبطين لو أنتو مرتبطين بحد من الأبراج المائية أو الأبراج المائية بعيدا عن برج العرب أو الأبراج بعيدا عن برج العرب خاصة العشرية الثالثة بالنسبة لو أنتو مرتبطين كمان بالأبراج النارية اللي زيكم فيها ضغوط وفيها مشاكل فيها صعوبات فيها حالة عند فيها انتقاضية لازم أخلي بالي كويس قوي وبرج الجدي من الأبراج الترابية كمان ففي بعض الصعوبات شوية الموجودة حاولوا كتير أن انتو تاخدوا بالكم كويس قوي من أن أنا معملش مشاكل حاولوا تصلحوا العلاقات جدا جدا يا برج الأسد حاولوا أن انتو تبتعدوا عن علاقات الطرف الثالث أن وجدت أو أن انت تبقى بتميل إلى علاقة من الماضي خلي بالكم كتير وخلي بالكم كتير لو حسيتوا بعلاقة فيها طمع يعني سواء علاقة الطرف الثالث فيها طمع أو حد بيحاول يقرب منكم كلغة صداقة لا خلي بالكم كتير لأن فيه مطمع لحاجة هدف معين خلي بالكم الوضع العاطفي مش أفضل حاجة مش أفضل حاجة أنت آه عايز تصلح علاقات مع الأبراج الترابية العزراء جدا من أكتر الأبراج والصور شوية ومن الأبراج الهوائية الميزان رقم واحد ويليه الدلو الجوزاء طيب ده بالنسبة ليه الأمور العاطفية للناس المنفصلين بالنسبة لك أنت عايز كتير تصلح علاقات والماضي هو اللي فارق معك الشخص اللي عشت معاه هو ده اللي فارق معك جدا وإنت لا قادر تنساه ولا قادر تبطى الاهتمام من جواك وإنك ترأبه بكل صراحة وببساطة ده موجود كتير وشعور موجود كتير جواك وقت حلو يوم 14-15-16 إنك تصلح الدنيا في الأمور العاطفية والأمور الاجتماعية والأمور العائلية الأجواء دي بالنسبة لك لطيفة كتير أنا عارفة أن أطولت عليكم ولكن باتمنى كتير أني أكون في التقوم ما تنسوش اللايك وشير الأشراك في قناة تفعيل الجرس سلام